نيابة عن حضرتي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية شارك في مؤتمر حماية التراث الثقافي المعرضي للخطر المؤتمر الذي أقيم في أبوظبي بمشاركة أكثر من 40 زعيما وشخصية وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة اليونسكو خلال المؤتمر أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفرنسي فرانسو أولاند عن مبادرة دولة الإمارات وجمهورية فرنسا لإقامة شراكة دولية جديدة تهدف إلى حماية التراث الثقافي في فترات النزاع المسلح وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حريصة على الاهتمام بالتراث العالمي مشيدا بالمبادرة الإماراتية الفرنسية التي تأتي استجابة للتهديدات المتزايدة التي يتعرض لها بعض من أهم الموارد الثقافية في دول العالم خلال فترات النزاع المسلح الطويلة وجراء الأعمال غير المسؤولة والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وأضاف سمو أهمية المؤتمر مؤكدا أن الإنسانية ورثت تراثا عريقا لكن حماية هذا التراث غالبا ما تأتي في المراتب المتأخرة ويجب على جميع الدول التضافر معا والعمل من أجل حماية وحفظه هذا التراث من الاندثار والتخريب المتعمد والسرق والإخفاء من قبل أعداء الحضارة الإنسانية مؤكدا أن المؤتمر ساهم في زيادة الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث في كثير من المناطق التي تشهد حروبا ويوجه كذلك المؤتمر رسالة إلى جميع دول العالم بضرورة تشابك الأيدي من أجل إنقاذه والحفاظ عليه يذكر أن مؤتمر أبو ظبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر والمبادرة الإماراتية الفرنسية هما الحادث الأول من نوعهما على المستوى العالم من أجل بحث مسألة حماية الآثار خلال الحروب ترجمة نانسي قنقر